تضع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تضع تقديم أفضل الخدمات للمواطن على رأس أولوياتها وخصوصا ذوي الدخل المحدود وفي هذا الإطار جاء قرار مجلس الوزراء بزيادة الدعم المقدم عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل بنسبة 10% وذلك في ضوء التوافق الذي تم بهذا الشأن مع مجلس النواب للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قرر مجلس الوزراء زيادة الدعم المقدم عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل بنسبة 10% وذلك في ضوء التوافق الذي تم بهذا الشأن مع مجلس النواب البرنامج الحكومي يقدم دعما ماليا مباشرا لمحدودية الدخل وفق معايير محددة عبر تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإشراف على عملية الصرف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من الجهات المعنية بهذا المشروع دعما لمسيرة التنمية بما يعود بالنفع على المواطنين ومن ضمن الشروط للانتفاع من هذا البرنامج أن يكون المتقدم بحرينية الجنسية ورب أسرى ومقيم إقامة دائمة في المملكة وأن لا يزيد مجموعة دخل الشهري لرب الأسرى عن ألف دينار بحرينية وتختص إدارة المساعدات الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتلقي طلبات الدعم المالي لمحدودية الدخل في إطار رفع المستوى المعيشي لفئات المجتمع الذين كفل حقهم الدستور من أجل تمكينهم اجتماعيا واقتصادية ويهدف البرنامج أيضا إلى عدم تأثري ذوي الدخل المحدود ومواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزز الاستقرار المالي بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول ترجمة نانسي قنقر